محافظة اللذقية تكرم عددا من أسر الشهداء والجرحى من الجيش العربي السوري وعددا من الجنود الروس الذين رووا بدمائهم تراب سوريا بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري وعيد البحرية الروسية كرمت محافظة اللذقية أربعين أسرة شهيد وأربعين جريحا من بواسل الجيش العربي السوري وعددا من الجنود الروس الذين رووا بدمائهم تراب سوريا أنا والدة الشهدين سليمان علي شحادي وزين العبدين شحادي والجريح ماهر شحادي وأخت لثلاث شهداء أنا بهذه المناسبة تعيد الجيش بقول إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وعلى قائد هذه التكريم السيد رئيس بشار الأساد وبشكر كل من دول الصديقة ساعدتها الشعب السوري وبشكر كل إنسان وفاء بعيد الجيش العربي السوري إن شاء الله كل عام وألف خير يا رب والله يحمي الوطن وقائد الوطن ويرحم جميع الشهداء كل عام وأنتم بخير والوطن بخير إن شاء الله وسيعت الرئيس بخير الله يرحم كل الشهداء ويتم إن شاء الله بخير والحمد لله انتصلت سوريا المحافظ إبراهيم خضر السالم نوه خلال حفل التكريم بتضحية بواسل الجيش وأشار إلى أن التعاون بين الجيش العربي السوري والروسي كان له الدورة الأساس في القضاء على الإرهاب تاريخ عظيم ومصير مشترك يجمع بين دولتين عظيمتين روسيا وسوريا ووفاء من الطرفين شعبا وجيشا وقائدا القائد العظيم فلاديمير بوتين والقائد المفدى السيد الرئيس بشار الأسد واليوم بمعسبة عيد الجيش العربي السوري وعيد البحرية الروسية تكرمنا في هذه القاعة بالسلام على زوج الشهداء في الجيشين من عرب السوري والروسي الذين ارتقوا شهداء على أرض سوريا والأيضا الجرح من العسكرين الروس والجيش السوري ومن هنا نحيي الجيش العربي السوري والجيش الروسي الذي يصنع الانتصارات ويدحر الارهاب بمناسبة غالية عيد الجيش العربي السوري والبحرية الروسية أن تتشابك القوى الخيرة في هذا العالم لتنتج مصرا على أرض طيبة طاهرة اسمها سوريا هذا ما نحتفل به في هذا اليوم مع ذوي شهداءنا الأبرار وجرحان الذين ندعو لهم بالشفاء العاجل هذه سوريا الحضارة سوريا الثقافة سوريا المحبة سوريا الإنسانية سوريا الإيمان سوريا تلاحم الكلائس والمساجد القلوسوات والعمائم لتبقى صامدة منيعة مقاومة مع جيشها وشعبها ومع قائدها الرمز الرفيق الأمين قطري للحزب السيد رئيس الدكتور بشار أسد حمه الله ممثل قائد القوات الروسية في سوريا أوضح أن لسوريا منذ أربعة ألاف وخمسمائة عام دورا حضاريا مهما وقدمت منذ ذلك الحين أبطالا عظاما بدلوا أرواحهم في الدفاع عن طرابها رسيس الدكتور والمساجد القوات الروسية صعبتقول بشكلت important ر Achyllاني ممثل الروسية والمساجد من قائد رؤيت الله، لا تفتوزين التي تفتوزين تفتوزها الذين ينسب لتسجد القيادة الروسية ايضا جاهزة للمساعدة ومشاركة في مثل هذه الفعاليات بشكل دائم انا مغترب بمدينة شيكاغو من 28 سنة انما وجودنا بشيكاغو لم ينسينا الام سوريا امنا التاني وام كل انسان عواجوا هاي الارض نحن كمغتربين منذ بداية الاحداث كان هدفنا ايصال حقيقة ما يجري الى الشعب الامريكي على انه ارهاب مدعوما خارجيا وليس مطالب اصلاحية الاعلام بامريكا مسيس ضد الدولة الوطنية السورية واخوتنا الروس وكل من يقف معنا ما نقوم به بامريكا لا يثنين عن دورا اخر في سوريا وهو القيام بشيء بسيط مقابل ما قدمه شهداء هذا البلد العظيم هذا التكريم دليل على متانة العلاقات بين سوريا وروسيا في مختلف المجالات